السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشن وصفة اليوم عبارة عن شبكية بزنجلان وبشوية اللوز وصفة سهلة وبسيطة للمبتدئات غادي دابندوزو المراحل والمقادر لوصفة اليوم غادي نحتاجو 250 جرام ديال الفرس الممتاز رأس معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة معلقة صغيرة ديال النافع معلقة صغيرة ديال القرفة قبصة ديال الملح اهنا عندي نص كاس من اللوز والسمسم مطحونين مع معلقة صغيرة ديال النافع كمية ديال جنجلان واللوز متساوية تحنتهم مزيان وغربلتهم مخصشي بقاودو كل حبيبات صغار احتاجو 8 معلق كبار ديال مزهار مع واحد معلقة كبيرة ديال الخل ربعات معلق كبار ديال زبدة مدوبة وربعات معلق كبار ديال الزيت وبشكل اختياري شوية زافران الحر وغادي نبداو على بركة الله غادي نوضعو في وعاء الفرس نضفو عليه جنجلان واللوز مطحون النافع والقرفة مع قبصة ملح وغادي نخلطوهم مزيان حتيولي الخليطينا منسجم غنحكوهم هكدا بالاصابع غنضفو الزيت والزبدة غنخلطو مزيان وبليدين غادي نرملو الخليط غنخلطو زافران في مزهار وغنضفو خميرة الحلوة نخلطو مزيان ونبعد غنضفو شوية بشوية مزهار غنضلكوها شوية وغنقسموها على أجزاء وغنخلوها في الثلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة من بعد ما ارتاحت غنسرحو العجينة ديالنا نحاولو نشكلو مستطيل والمهم انسرحو العجينة مزيان باش تجي الشبكية عرقيقة وغادي نبدا ونقطعو الشبكية ديالنا واحد زوج ثلاثة ربعة ونقطعو واحد زوج ثلاثة ربعة ونقطعو وغادي نشبكوها انا تندير هاكدا تناخد هادي مع هادي مع هادي نزيرو شوية هنا وغادي نقلبو الشبكية ديالنا هاكدا غنوري لكم مرة تانية نجمع ها ثلاثة مع بعض نورق هنا وتنقلب الشبكية ديالي ودبا غادي نقلبوها غادي نسخنو الزيت مزيان وغادي نوضعو الشبكية ديالنا تقلع الزيت يخصو يكون سخون مزيان باش ما تفتحش بالطياب من بعد ما طاب تنخبوهم من الزيت وتنديروهم فلاسل تنرشو عليهم شوية زنجلان او سمسم انا هنا ازتعليهم شوية اللوز في المذاق تجي رائعة وشيشة بالزف نصحكم ان شاء الله تجربوها بس حال راحة ما تنسوش ديروا لايك لعجبتكم لفيديو وتشاركوا على القناة شكرا على المشاهدة والسلام عليكم